من تدعي نفسها مسيرة قرآنية تعمل بخلاف القرآن والسنة وتمضي في مسلسل نهب واقتطاع أراضي المواطنين دون وجه حب بخلاف الحديث الصحيح الذي يؤكد أنه من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين أخيرا وليس آخرا في قائمة طويلة من سلسلة جرائم السلب والنهب شنت ميليشيا الحوثي حملة عسكرية بعشرات الأطقم والجرافات على أهالي قرى عزلة القصرى بمديرية بيت الفقي بمحافظة الحديدة الحملة الحوثية التي يقودها المدعو أبو ياسين مسؤول الأبنيين في المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة فتحت النار على الأهالي الرافضين محاولة الميليشيا مصادرة أراضيهم وتمليكها لقيادات نافذة في الجماعة الإرهابية ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بينهم نساء وأطفال واختطاف مئة مواطن من أهالي قرى طرفيحي السهل والخضارية والمعاريف وبن الصباحي التابعة لعزلة القصرى نهب أراضي عزلة القصرى التي تبلغ مساحتها عشرة كيلو متر مربع وكان يعتش منها خمسة آلاف مواطن يعكس المنهجية الإقطاعية للميليشيا الحوثية حيث سبقها بأيام البسط على أراضي مواطنين في منطقة متنى ببني مطر تقدر مساحتها بأكثر من ألف لبنى على الطريق الاستراتيجي صنعاء الحديدة وما تزال قضية أهالي العرى بهمدان حاضرة للأذهان فقد جدد الأهالي قبل شهر رفضهم السطو بقوة سلاح على أراضيهم المسمى بالمخلابة التي سورتها ما تسمى مؤسسة الشهيد التابعة للميليشيات على مساحة ألف وخمسمائة لبنى عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها مسلسل النهب الحوثي يؤكد أن الميليشيا تسير على نهج أجدادها الإماميين في اقتطاع ونهب أراضي المواطنين وجعلها دولة بين سلالة بعينها لكن يوم المظلوم على الظالم سيكون أشد وطأة من يوم الظالم على المظلوم وفي يوم السادس والعشرين من سبتمبر عبرة للميليشياء إن كانت تعتبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر